هناك تحريضاً إثيوبياً رسمياً ضد مصر تحريض رسمياً وإلا ماذا نسمي ما تناولته اليوم الصفارة الإثيوبية في بريطانيا في المملكة المتحدة وهي تطالب بالضغط على مصر وتطالب بمسندة إثيوبيا في قضيتها ضد مصر وبتحاول أن تخلق رأي عام كاذب وبتحاول أيضاً أن تستعين بشركات علاقات عامة والتأثير على بعض وسائل الإعلام لمحاولة إظهار مصر على أنها دولة مارقة أو دولة ظالمة أو دولة متعنتة يعني الجانب الإثيوبي واضح يعني هذا الكلام ده باللغة الأمارية الصفارة الإثيوبية في يوكي في الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت لغة عنيفة محرضة في بريطانيا بتقول أنه هذه اللغة يعني لغة بتفتقر لأدنى وأقل القواعد الدبلوماسية المتعرفة عليها بتقول الصفارة أعزائي أصدقاء إثيوبيا كما نعلم من صد النهضة وعن صد النهضة تتعرض بلدنا لضغوط دبلوماسية هائلة من مصر وحلفائها لذلك من واجبنا حماية المصالح الوطنية لأمتنا وأمن شعبنا معاً لذلك يجب علينا دعم موقف الحكومة الإثيوبية رفع صوتنا للعالم في الإسبوع المقبل سيتم تكليف هنا بأركز معايا سيتم تكليف أحد المواقع للمشاركة بنشاط في حملة التوعية العالمية ودعم السد وأن يصبح سفيراً لبلدنا يعني هما يتعاملوا الأسبوع اللي جاي مع أحد المواقع يعني المواقع الإخبارية وغيره عشان يبقى سفيرهم في بريطانيا يعني إثيوبيا بتتحرك من خلال سفارتها في الخارج لمحاولة تسويق أكاذيب عن الدولة المصرية ومحاولة ربط ما لا يربط واستنتاج ما لا يستنتج فيما يخص مفاوضات صد النهر الأمور واضحة بشكل كبير جداً وأنا مندهش وتنتبني حالة من الغرابة والغضب الشريد لماذا تقوم أثيوبيا بما تقوم به ما فائدة العناد ما تمارسه أثيوبيا من ضغط نفسي وما تمارسه من عدم اكتراث بالحقوق التاريخية وعلم اكتراث بالواقع الحالي وعلم اكتراث بالقانون الدولي وعلم اكتراث بكل المخرجات التي خرجت من اجتماع مجلس الأمن شيء بيدعو للدهشة وبيدعو الغرابة وبيدعو أيضاً لأن احنا نعيد التفكير بشكل كبير جداً في تناولنا لهذا الموضوع يعني احنا بنحاول أنا لسه للتو بتكلم على الانفجارات والتفجيرات اللي في قديسة بابا والفوضى العارمة اللي أودت بحية 59 مواطن إثيوبي ليس لهم ذنب لكن بشكل واضح قلت وأنا صادق فيما أقول ليس هذا الوضع مريح يعني ليس هذا الوضع بمريح لأي أحد حتى للمصريين شعب المصري دائماً بينشد السلامة وشعب المصري والدولة المصرية دائماً ما تنشد السلامة والسلم وتجنح للسلم دائماً احنا مش دولة حرب وإحنا مش دولة كراهية احنا بننزع الكراهية من القلوب نحاول أن ننزع الكراهية ونغرس بدلاً منها كل معاني الحب أنا بتكلم على انفجارات لو دولة تاني تبقى زي مثلاً قطر معانا ولا تركيا ولا الإخوان المسلمين يبدأ يفرح لأي كارثة تحصل أي ضابط يستشهد أي تفجير يحصل لا يوم بينتشوا وفرحانين أنا وأنا بتكلم على إثيوبيا بتكلم على التفجيرات بتكلم على القتلى 59 والعند مرشح للزيادة بتكلم على الفوضى العريمة الموجودة بتكلم على هذا التناحر الذي يمكن أن يشتعل في أي لحظة بين القبائل بقول أنه نتمنى السلامة للشعب الإثيوبي وأنهم بسرعة يقفزوا على هذه الألام وأنه نحن عايزين دولة قوية في إثيوبيا عشان نقدر تكون عندها إرادة ساسية عشان خاطر الشعب الإثيوبي يستفيد وإحنا نستفيد لكن ما تقوم به الإدارة الإثيوبية ليس من قبيل الصدفة ليس من قبيل الصدفة أن تكون الحكومة الإثيوبية مخططة لأن تقوم بهذه الحاملة عبر الصفراتها في الخارج ترجمة نانسي قنقر